رجعنا معكم مشاهدينا أكيد لأي سؤال الأرقام عم تمرق على أسفل الشاشة نرجع مع دكتور إبراهيم التوبي دكتور إبراهيم ما حكينا نحن عن التلايوف الرحمة وممكن قلت أنه شو عوارده وأسبابه بس يمكن ما تطرقنا لعلاجه فالمشاهدين أكيد بيكون نطرين شو علاجه نعم نحن نحكينا شوية صغيرة بطريقنا نعم طريقنا نحكينا شوية العلاج بطريقنا بس إنه إذا منحكي شيء بالتفصيل علاج الممل نعم التلايوف الرحمة فيه ناس ملاقص مين فيه علاج بالدواء وعلاج جراحي هون كل كيس كل حالة نخدها على حدة فيه حالات من أعطيها علاج دوائيا مع المراقبة وفي حالة منضطر نعملها عملية بيكون عندها عوارد واضحة كثير وبعض الحيوة من قطرة على حياتها مثلاً كيف قطرة على حياتها اللي عنده تلاييف رحمة وعندها نزوف نزف يعني عم تنزف تشوفها عم تشوف دم أكتر مستمرة هذا بيؤدي بغزارة نعم هذا بيؤدي إلى فقرة دم وفقدين الدم من الجسم بيؤدي إلى فقرة دم طبعاً بتصرف حز دوخة وعند عوارد نعم بس عند عوارد لفقرة دم منعطيها حديد نحنا منعطيها في الحين دم ولكن عم تاخد السابليمينت عم تاخد الدواء وعم نحطر لها دم لكن عم يروحوا محل تاني أوكي يعني معطيها أدوية نحنا مثل البروجستيرون في الحين مثل الأستورجينت مش علاجو يعني هيدا نعم هذا مش علاج نهاج لفترة بتيهدى شوي برجع نفس الشير نزوف رحمية أوكي فإذا عندنا خسارة كمية من الدم مستمرة ما نقدر نعوض لها الخسارة هيدا نضطر نعمل لها عمل جراحي فينا نقلل للمشاهدين أنه العمل جراحي يعني في منهم مثلا أنا يقولولي مثلا أنا عمل أنا بالنسبة لأقلاء عادة بس في منهم بيخافوا نعم فينا نقلل لهم أنه عملية هي سهلة صح 100% حكيتك جبتيها 100% لأنه في ناس عندها فوبيا عندها خوف لما تقللهم بقولوا لك لا خليهم لحظ ما بروح عند حكيم صح عندها خوف عمل جراحي ولكن أحسن من نحن من أيس عمل جراحي ونزف عمل جراحي ومخطر على الحياة عمل جراحي وعوارد كثيرة موجودة لا بروح على عمل جراحي بس بدكتك نعونا نقول لهم أن العمل جراحي هو عادي بنج مخدر عام ولا موضعي نعم هلما تطور الطب أكيد يعني وسرد المراحي متقدمة سرعنا سرعنا نعمل بنج نصفي نعم بنج نصفي عم نعمل عم استخدم وسائل تاني غير الجراحة تفتح البطن عم سمي وسائل بتنظور استقصال ده عالة طرح هي كان قبل من زمان يعمل فتح البطن بعضنا بعضنا نعمل مع ما نفتح البطن يعني سبتل السزريان لما تخلف وحده نساء 100% لما تخلف عفوا شاء البطن قيسرية قيسرية بعضنا سزريان أختيتل عملتنا معنى قيسرية يعني من الشي عم فتح يعني شق البطن بتل عميلة قيسرية ومنشي الرحم أختيت عملتنا نعملها بهذا الشغل هيدا لو كف عنا عملتنا نعملها عبر النظور أه هو ايه عبر النظور هون كل حالة كمان بتنقرها لحالة فالعمل الجراحي هلا منو هالصعب كتير صار منو هالصعب إذا ما حكينا بشوي إذا نزلنا بالميزان من عمل الجراحي وبين العوارد لأ عمل الجراحي بيكون أفضل لو بتعملها وترتاح بده قدي بده وقت العملية تقريبا تتروح بين خمسة أربعين دقيقة لساعة ونص ماشي أوكي حسب المكان وحجم وشو عم نعمل باندوكي بها الوقت هيدا تقريبا تتعافى بعد قدي خلال يعني إحنا عشرة أيام بصير عادية مثل أي عملية نعم وبعد إحنا بعد شهرين من العمل الجراحي بتيش حياتها الطبيعية حياتها الزوجية طبيعية ايضا لا في وجع ولا شي حتى حيات الزوجية تعيشها عادة يعني في بعض الأحيان مفهوم خاطئ عند الرجال وعند السيدات إنه واحدة شهر ترحمها يعني صار السوري بتتكلمي هيدا السؤال يعني بيبطل الإحساس سوري يعني بيبطل إحساس الرجل لو ما تشيل الرحمة ولو بيضله إحساسة إلا بإحساس الرجل هو ذاته ايه موين نقطة بيغاكز عليها شوي ايه استقصال الرحم ما دخلوا بتاتا بالعلاقة الجنسية بين الزوجين لا بالنسبة لقل ولا بالنسبة لقل مية بالمية إحنا كنا شرحنا بأول حلقة تشريح الجسم أو تشريح جهاز التناسري عند السيدات وحكينا أنه المهبل ما دخلوا بالرحم ايه مخص ما دخلوا العمل الجنسي أو العلاقة الجنسية هي موجودة بالمهبل أما الرحم هو بالقسم العالوي من جهاز التناسري ورحم هو وظيفته للولاد الحمل فقط احنا ما مشي للرحم بعد شهرين ترجح حياتها الطبيعية حياتها الجنسية الطبيعية وما لا تؤثر لبعض الأحيان بتحسن علاقة الجنسية بعض الأحيان السبب أنه كان من اللي حكينا أنه من العوارد التلايف الرحمي ما يصير في عنده وجع خلال عنده علاقة الجنسية ايه صح لو ما يصير في وجع مبطل عنده رغبة بعلاقة الجنسية ايه نصب تصير عنده خوف مئ بالمئة مئ بالمئة حياتها ما مشي للرحم بطل في عنده أوجاع علاقة الجنسية بس عندها جعالية جنسية أسهل وأفضل إلى هي فإذن هوني حتى ما نغلت أنه زيحت شهرة ترحمها يعني شهرت هي منبوذة أو صارت عندها عام معش عندي علاقة جنسية أو يروح الجوزة يتجوز عليها مثلا هاو عواد فيك كانوا زمان يقولوا إذا ما جابت صابيه ممكن يتجوز عليها دكتور كمان عنك الرحم هو بيجي من فوق لنحنا فسرنا الرحم وفسرنا بس هل عنك هو بيجي من تحت نعم نعم احنا عنك الرحم هو جزء من الرحم يعني الرحم يتألف من الرحم وعنك الرحم أم بس عنك الرحم هو جزء من الرحم ، ولكن عنك الرحم احنا ما فيه نشوف كاليه الفحص النسائي أما الرحم ما فينشوف كاليه الفحص النسائي موجود بقبل البطن أم أما عنك الرحم موجود بأعلى المهبل وفينشوف كاليه من فاحص النسائي وشو وظيفته؟ شو وظيفت عنق الرحم؟ نعم ولكن وظيفت عنق الرحم كتيري آه بدي حلقة يا مشاهدت بس أعطي شي ملحقص عنه عنق الرحم هو بيكون عادة مغلق بسكر بسكر بيسمح لمرور دم الدورة الشهرية آه أوكي أوكي عنق الرحم بيعمل إفرازات إفرازات خلال ما بين الدورة الشهرية ودورة الشهرية آه من عنق الرحم من عنق الرحم وبيدلنا عنق الرحم أمتين فيه إباضة إنه تغير نوعية الإفرازات ومطاط الإفرازات عنق الرحم بيدلنا إذا كي بحد يحامل بأول شهر إنه بيصير لونه على إزرقاق بيزرق لونه أكثر في البحث النسائي عنق الرحم بيهد الحمل حتى ما يقش وتما تروح بسير عندنا حمل عنق الرحم بيخلين أنه مسكر نعم بيهد الحمل عنق الرحم بيمنع وصول التهابات لبطنطة الرحم كمان عشان هيك قوة أكثر شي بتأزد بتأزد أحسنتي وشان هيك قوة نسبياً أعلى منطقة بجهزة النسائي يصاب بالسرطان بعنق الرحم بعنق الرحم يعني أول سرطان أول سرطان الثدي سرطان الثدي سرطان الثدي بيبلش بال بعنق الرحم يعني أكثر سرطان عند السيدة وسرطان الثدي بعدين وشرة المرة بيجي سرطان عنق الرحم يعني بيقولك سرطان الثدي هو كمان إذا كانت السيدة مصابة فيه فيه احتمال أكبر أنه تصاب كمان بمعافظة هالمعلومات البائية يعني ما ممكن ممكن بس أنه هنا العلاقة نوش عالك تلك العلاقة بعضاً ولكن سرطان الثدي علاقة بسرطان المبيض سرطان المبيض سرطان المبيض ويعنق الرحم بيوجوده بها المنطقة هايدي اللي بين الرحم وبين المهبل بتعرض بتعرض لالتهابات الخارجية وبتعرض للتمدد والتقلص أثناء الولادة مع أنه هو داخلي بقلب بأعلى قسم المهبل والتمدد والتقلص العمالية الميكانيكية أثناء الولادة بتعبوا لعنق الرحم وبيتعرض لأمراض وبيتعرض لخدوش وبيتعرض لالتهابات كله هذا عنق الرحم بيتحمله حسنا مشانكي عنده وصيفة كتير كبيرة عنق الرحم مشانكي حتى نحن بشوف في بعض الأحيان نزوف رحمية نالجي من عنق الرحم بس نعم نالجي عن الرحم كيف يعني نعم مثلا ممكن كون لحمية على عنق الرحم لحمية عنق الرحم اللحمية تجي على عنق الرحم ولا بقلب الرحم ولا حسب؟ تصورني عنق الرحم بيجي بشكل هيدا دائري نعم اللحمية تجي منه بشكل هيدا منشوف اللحم تجيش متشافت لحمية ايه تعمل في تلحم دائريه أو أو بجيب الطول أشكال عد أشكال تجي مع عنق الرحم بس يجي على النوع من اللحميات على عنق الرحم ما بتخلي عنق الرحم يسكر كما يجب شو بيصير عوارد؟ نزوف بضل بينزوف ينزوف بعد نزوف تشوف دم يعني تشوف دم خلصت معادة بتمشح عليها دم خلصت معادة مثلا بعادة السبعتين بيصير معادة 12-13 يوم خلص معادة السبعتين بعد خمس ستين بتشوف دم عملت علاقة جنسية بتشوف دم وحسب وين ما وقعوا اللحمية؟ بعنق الرحم لا بعنق الرحم إذا كانت بعنق الرحم بس هي اللحمية ما بتجي إلا بعنق الرحم؟ ممكن يكون جاي من بطانة الرحم وظاهرة بعنق الرحم على المهبل ممكن يكون بس من عنق الرحم وظاهرة على المهبل وبهد الأحيان فعنا تليف رحمي بالبطانة الرحم بول يعني كتلة ليفي مسميها ليفي مزنبة ليفي إلى دنب بيكون بدايتها من بطانة الرحم الشغل هيدا وإلى الليفي الشغل هيدا ظاهرة من عنق الرحم وقعدة بالمهبل هالليفي هيدا وهدي كمان بتسمحها لعنق الرحم يسكر فإحنا منشوف أنه عندي ليفي ظاهرة من عنق الرحم هيدا وبالليش دم أو نزوف رحمية مستمرة أوكي خلال تصوير الصوتي أو خلال فحص النسائي نكتشف أنه في عندها أو لحمية أو مشاكل التهابات أو تقرحات أو ليفي ظاهرة من عنق الرحم فإذا بكون أسباب النزوف الرحمية أسباب الدم بعد علاقة جنسية هو الشي اللي تفضلنا ويحكينا عنهم وهنا بعدين أكيد لازم بالحلقة كمان نحكي إذا بيعملوا العقم لأنه في كثير سيدات عم تسأل عنا مشاهدين كثير عم بيسألوا عن العقم أو تأخر الولادة ففي أسئلة كثير مفروض نسألها مشاهدينا أسئلة كثيرة عم تنبعث على الواتس أب ما نعتذر بس لأنه لديك الوقت حرد على السؤالين لكن إن شاء الله بالحلقة الجديدة بيكون في جوابات أكتر دكتور في مشاهدي من البحرين من الجوزة وعندها ثلاثة بنات عندها ألم بالدورة الشهرية ومو عم تستطيعي يعني عندها هي ثلاثة أولاد بس ما عم بقى عم تنوجع بالدورة الشهرية ومو عم تقدر تجيب أولاد ومصير عندها حبل يعني السيدة الفاضلة ناوي جيب بعد أولاد وعندها ثلاثة بنات بهالحالة هايدي حبة زلاء وخبرتنا كيف ولدت طبيعة ولا قيسرية آه لازم تبعث بس عكل الأحوال من صحة تعمل فحص آه اسمه فحص البرولاكتين فحص الحليب الثدي البرولاكتين وتعمل صورة أنابيب آه كمان فيه نعم صورة أنابيب هؤل الشغلتين ممكن كتير كتير يفيدوها سي عندها حمل مرتين ان شاء الله انت خالص دكتور إبراهيم طوبي كمان هو معالج للعكم يعني فيه اختصاص كتير بس هو يعني معروف بهذا الموضوع خاصة عندنا نعم وتشايك كمان على المكيد يعني كيدي راحن طبيبة وتعمل صورة صوتية تأكد رحمها انه ما فيه اي مشاكل عليه ما فيه تعيف على الرحم ما عنده لحمية بقدر الرحم تشايك على المبيض فيه كياس على المبيض وفيش كياس على المبيض أوكي وتشوف الدورة الشهرية عنده منتزمة وغير منتزمة تفحص الثدي عنده زمنه بزمنه شي صمغ أو إفرازات مثل الحليب أوكي، هولي المجموعة كلهم حكينا عنهم اه اه ان شاء الله بغلالت الشي ساب وتعالجه بمشي حاله ان شاء الله كمان عنه حدا من الخليج عم بيسأل سقطت الحمل بعد أربع تشهر نتيجة فيروس بالرحم نعم يعني هلأ كي كلمة فيروس أو التهاب اه بتشمول سؤال كبير لأنه ما نحن ما نشوف هل هي عدوة جنسية واحد هل هو فيروس مثل عندنا توكسو بلازموز أو عندك عندها الروبيلا كلمة فيروس كتير كبيرة هل عند التهبات مزمنة على عنق الرحم أو التهبات مزمنة بالرحم هل هي أثناء الحمل صار عندها نوع من الفيروس أو صار عندها نوع من الالتهابات آه عمتين لقطت الفيروس يعني اللي بنا فيروس هي يعني إلا كتير أشياء مشكلة بالفيروس الخاصة أنه هي لقلنا حمل 14 شهر وروحيت ممكن يكون روحيت مش تناتج عن الفيروس أصلا كل أسباب تانية كل أسباب تكوينية عند الجنين أوكي ممكن أسباب عنق الرحم روحيت بغيبها نحن بنشوف كيف تريد الترويح هل نزل الماء أول شيء عند نزل الجنين أو ميت الجنيني في بطنة أوكي بكل أحوال هادي السيد الفاضلي تعمل فحوصات دم اللي حكيت عنه عن الفيروس عن التقسو عن الروبيلا تعمل عن تعمل فارسات تانية وتعمل الفحص الزجاجي للطاقة العنق الرحم أوكي وتعمل صورة صوتية جديدة تشوف فطاة الرحم عنده وممكن بيين عنده أحد الأسباب هيدول حكيين عنه وننجي عن هيدا سبب الترويح عنده سأكيد ممكن مشي دكتور يعني ممكن شايفي حتى حضن أي لفيروس بالرحم بس مفروض إذا ما رجعي مشان يحددوله مفروض حان علاجه صحيح هل فيها تواصل ترجع معنا وتبعد لنا مثلا نتيجة الفحوصات اللي عملتها وكنت ساعدها فيهون أو ترجع تراجع طبيبة وتأكد منه من السبب للترويح دكتور دروري دروري أنا يمكن على صفحة الخاصة عم نزل مكتطفات من الحلقة كثير عم بيسألوني عن أسئلة فعم بعطي الصفحة اللي عندك وأكيد هلأ سار فيها عطيقون الرقم عشان تتواصلوا معه وبدأ أرجع أذكرهم أنه أنا مني يعني بقدر أعطيهم بقدر أسألك وجاوب فمن الأفضل في أسئلة كثيرة فحيكون حشاركم برقمك وكانوا منه ولا كانوا من برا فيهم يتواصلوا معك أكيد مشاهدينا فيكم تتواصلوا أكيد على الأرقام اللي عم تظهر على أسفل الشاشة ومثل ما عم بقول الدكتور حتى فحوصات فيكن تبعته لأنه هو على استعداد يجاوب بأي سؤال دكتور كما كنا عم نحكي بعد ما خلصنا من اللحمية بالرحم وين بتكون وبعمق الرحم موضوع كبير شو بعد بدك تخبرنا عن الموضوع تخبر رسم بنهاية الحلقة هايدي حابب بوجه نصيحة للسيدات أنه بين 16 سنة لازم يعملوا تشيك أب على حالهم اللي بيتضمن الصورة الصوتية بيتضمن فحص الإزازة وبيتضمن صورة الثدي مرة بالسنة الفحص الإزازة كتير مهم للمتزوجات أو اللي عندون علاقة جنسية مش فقط للمتزوجات أي حدا عنده علاقة جنسية لازم نعمل فحص إزازة مرة بالسنة ضرورة هي ما بتنعمل أكتر من مرة في تماما كل تطلبها السوء مرة بالسنة تكفي فحص إزازة للطاقة المهبرية مرة بالسنة صورة صوتية مرة بالسنة وصورة الثدي ماموغرافي والألترا ساوند أوف برايس كمان مرة بالسنة هيك واحدة واحدة تحافز على بتبلش يعني عبكير إنه إذا لصمحنا مصاب بأي شي نعم واللي عندون صيرة زيتية بين الأمراض السرطانية عند أهلهم عند إخواتهم حتى بعائلتهم بيكون الفحص عندهم مرتين بالسنة فحص الإزازة ستة شهر نعم والصورة صوتية للثدي حسب إذا كانت كانت صورة بالسستة أول ستة شهر وبعض ستة شهر وبالسنة مرة إجبارة تعملون إذا كان في عندهم عامل وراثي نعم وفضل تعمل صورة صوتية أكتر من الصورة الشعائية أوكي وهلا كنا سرنا سر مراحي كمان متقدمة أكثر سنعمل صورة رانين المغناطيسي للثدي آه كمان بيبين لصمح الأزوات صح تقدمنا أنه سنعمل صورة رانين المغناطيسي للثدي يعني بطلعنا نكتفي بعض الأحيين بالصورة الصوتية أو بالصورة الشعائية سنعمل صور متخصصة رانين المغناطيس متخصص صور صبقية مقطعية للثدي يعني وسعنا الواضح أكثر إذا في عنا أي خلايا سرطانية موجودة على الثدي كمان الأستاذي كمان بيأثر على كتير كتير نعم يعني له وظيفة بتأثر عليه الأمراض السرطانية التدي أكثر نسبيا من الجهاز التناسلي عند السيدة شكرا دكتور طوبي في بدي منك تواجه رسالة أو نصيحة للمشاهدين لأنه تعرف بمجتمعنا في منهم مثلا في رجال نحن عم نحكي عن في عدة مجتمعات يمكن ما بيغضوا الأمرأة عند الدكتور أو يمكن هي بتأخر على حالة كماديا أو كألة فضاوة أو بتعتبر أنه مثل زمان خلصي الله من الداوي حالنا بالأدوية شو بتحب توجه لهم كلمة؟ يعني بنية حديثنا اليوم بنرجع للمثل الشعبي اللي هو درهم وقاية خير من كنتار علاج ومنطلق هذا أنا عطول بشجع الأزواج قبل زوجيتهم ما يهملوا في صحة زوجيتهم المرائبة السنوية أو الكشفة السنوية أو الكشفة الفصلة عند الطبيب كتير 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 مهم لأنه جسم الإنسان بين شهر وشهر بيتغير وجسم الإنسان بين سبت شهر والسنة بيتغير إشي كتير لازم تعمل الفحوصات المطلوب مننا اللي هني فحص الزجاجة التصوير الصوتي للحوض والصورة الشوعية والصورة الصوتية للثدي لنعملوا كل ستتشور لسنة لبل بعض الأحيان ممكن نعيز الفحوصات كل ثلاثتشور لحالات معينة فصحتك غالي علينا وغالي على حالك خليك بالفحص الدوري وخليك يمتابع عن طبيبك اللي هو أدره بجسمك أنا نتشكرك على المعلومات القيمة اللي هم تعطينا إياهم دكتور بنهاية حلقتنا ما نذكر المشاهدين أنه نحن معهم مرة بالأسبوع كل نهار أربعة وأكيد الحلقات إلى إعادة وكل اللي عنده أي سؤال فيه يبعث نياع على الأرقام اللي عم تمره على أسفل أسفل الشاشة ما نشكر كمين مجدداً الدكتور وأهلا وسهلا فيكم ترغونا بحلقة جديدة إلى اللقاء شكراً لك اشتركوا في القناة